ومن مقر جامعة الدول العربية ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أطلعنا على أبرز ما تمت مناقشته في لجان البرلمان العربي للأوضاع بالمنطقة وتقريرها للجلسة العامة للبرلمان إليك محمود أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين نتابع مع حضراتكم انطلاق اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالساحة العربية تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي في الفصل التشريع الثالث لدور العنعقاد الثالث التي ستعقد غداً الأحد بمقر جامعة الدول العربية الاجتماعات للجان الأربع التي انطلقت اليوم اللجنة السياسية والأمن القومي واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان واللجنة الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب أما عن اللجنة السياسية فقد نقشت عدة موضوعات مطروحة على الساحة أهم هذه الموضوعات هي الوضع في السودان والدعوة إلى وقف النزاع الحاصل في السودان وعدم التدخل في الأزمة الحاصلة في السودان إلا لتوحيد كلمة الشعب السوداني ووقف هذا النزاع ثم أيضاً تطرقت اللجنة لمناقشة الموضوعات والقضايا الخاصة بالصومال واليمن وأيضاً التطرق إلى الملف الليبي والإشادة بدور العراق في الاتفاق الأخير أو تقريب وجهات النظر ما بين السعودية وإيران والوصول الاتفاق النهائي برعاية صينية وأيضاً الإشادة بدور البرلمان العراقي في نجاح الدورة الرابعة والثلاثين للبرلمانات العربية وأيضاً الإشادة بالمبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان العراقي بضرورة إرسال وفد من البرلمانات العربية لسوريا لكسر الجمود وعودة سوريا لأحضان المنطقة العربية ثم اللجنة الأخرى وهي اللجنة القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان نقشت التقرير الخامس الخاص بأوضاع حقوق الإنسان لعام 2022 والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والانتهاكات الحوثية في اليمن وأيضاً مناقشة قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد الأطفال وأيضاً تنظيم عمالة الأطفال فهذا فيما يتعلق باللجنة القانونية ثم أيضاً الحديث عن بعض القوانين الأخرى التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي ثم جاءت اللجنة الاقتصادية التي نقشت عدة موضوعات اقتصادية تهم الساحة العربية كان أهم هذه الموضوعات هي تغيير أسعار الصرف وأيضاً الأزمة الجذائية التي حدثت نتيجة لأحداث كورونا وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية وسيتم توجيه عدة أسئلة برلمانية لمنظمات عربية خاصة بهذا الأمر ومعالجة أزمة تغيير أسعار الصرف ثم أيضاً الأزمة الأخرى هي أزمة السودان والأزمة الاقتصادية التي ستؤثر على دول الجوار وسيتم أيضاً توجيه عدة أسئلة برلمانية لمنظمات عربية وإقليمية للمساعدة في هذا الأمر ثم أيضاً مناقشة القضية الغذائية الأمن الغذائي والأمن المائي وأيضاً مناقشة إنعقاد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي التي عقدت نسخته الأولى في مصر وأيضاً الدعوة إلى الوصول لتكامل اقتصادي واحد في المنطقة العربية وضرورة أن تساعد الدول العربية بعضها البعض ثم أخيراً اللجنة الاجتماعية وأيضاً اللجنة الثقافية وشؤون الشباب والمرأة ناقشوا عدة موضوعات خاصة باللغة العربية والتدريس داخل المنطقة العربية والتأكيد على أن موضوعات هذه اللجنة هي ستكون في مقدمة اللجان لضرورة الاهتمام بهذه القضايا وأيضاً ناقشوا العنف الأسري وأنه سيكون هناك قانون استرشادي لنقل تجارب الدول العربية في هذا الموضوع وأيضاً التأكيد على أن يتم إعطاء اللغة العربية حقها في الدول العربية المختلفة والاهتمام بتعليم أيضاً اللغة العربية وطرق التدريس المختلفة كل هذه الموضوعات كانت أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها داخل اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي وكل هذه الموضوعات سيتم طرحها على أجندة الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي غداً حتى يتم إصدار قرارات فيما يتعلق بهذه الأمور والعمل عليها على أرض الواقع هذه كل الموضوعات الخاصة باللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي وفي انتظار عقد الجلسة الرابعة العامة للانعقاد الثالث في دورة التشريع الثالث للبرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية والآن الكلمة تعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى